دائرة الترشيحات أربعة أسماء فتحة البوابات مشاهدين الكرام انطلق الجياد وأفراس المستورد عمر إلى أربع سنوات فأكثر بمختلف درجاتها متنافسة على مسافة الميل ونصف الميل جائزة زيد بن محمد بن زيد يرحم الله حضر رواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراء قيمة الجازة ثمانية وسبعون ألف ريال بمشاركة مشاهدين الكرام أكثر من خمسة عشر اسما في هذه المنافسة يتقدمها الآن ابن مالك في المركز الأول يقود هذه الجياد والأفراس وريوبارك في المركز الثاني منافسة الجياد والأفراس أذنز في المركز الثالث وريسكوسكود في المركز الرابع من الخارج في محاولات لبقية الأسماء كيلالو في المركز السادس يحاول أن يتقدم ابن مالك إذن يقود هذه الجياد والأفراس مشاهدين الكرام مسافة الالفين واربعمائة متر اقتربنا لمنتصف المسافة مع هذه المنافسة مشاهدين الكرام ابن مالك ابن كيزنكس بيس يتقدم هذه الجياد والأفراس يتقدم في المركز الأول ومحاولات أيضاً من هذنز للتقدم ومن ريسكوسكود وأيضاً من بقية الأسماء المشاركة كلالو من الخارج في المركز الخامس الآن محاولات من بقية الأسماء للتقدم والمنافسة القوية روبستويش في المركز السابع والتقدم مع ابن مالك في هذه الأثناء مع الاقتراب لعلامة الثمانمائة متر المنافسة القوية مشاهدين الكرام يتقدم ابن مالك وأيضاً الآن يأتي للمركز الثاني في محاولات للتقدم وخطف الصدارة ابن مالك لا زال متمسكاً بالمركز الأول والصدارة لابن مالك محاولات من أهذنز للتقدم مع الاقتراب من علامة المائتين متر مشاهدين الكرام ابن مالك يتقدم أهذنز يحاول ابن ديران توماس يحاول من الخارج يأتي للمنافسة في محاولة للتقدم مع الاقتراب إذن من علامة المائة متر يتقدم أهذنز للمركز الأول والمركز الأول لأهذنز في هذه المهمة التي يستطيع من خلالها أهذنز أن يسجل الانتصار ويسجل الفوز الخامس في سجل السباقي أهذنز ما شاء الله تبارك الله